بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأسعد الأوقات فموضوعنا في هذا الفيديو يدور حول العشبة رقم 41 من السلسلة التعريفية بالأعشاب الموجودة في المغرب هذه العشبة هي البلط وشجرته فهذه العشبة لا تخفى عن أحد كبيرا كان أو صغيرا والكل يحبه فأردت أن أزودكم ببعض فوائده والتي تخفى عن الكثير من الناس وقبل أن أنتقل إلى التفصيل أترككم مع هذا الفاصل وسأعود بإذن الله تعالى إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البلط هو ثمار شجرة كبيرة الحجم يصل علوها إلى أكثر من 25 متر عودها صلب لحاؤها يعني قشر الشجرة صلب كذلك ومتشقق ويوجد عندنا في المغرب نوعان من شجر البلط أحدهما يسمى الفرنان والآخر يسمى الكروش فالفرنان هو الذي يسمى قشر شجرته الفلين والذي يستخدم في الصناعات والنوع الثاني الكروش لحاؤه صلب ولا ينتزع عن الشجرة وهو قصير القامة وثمرهما صلب بلحي الشكل ينضج ويسقط عن الشجرة في شهر نوامبر ويؤكل نيئا ومطبوخا ولقد كان يصنع منه الخبز في المجاعات عشبة البلط في الطب القديم قال الأنطاكي في كتابه التذكرة يسمى عندنا دارام وبالعراق عفصيج وبمصر ثمر الفؤاد وهو ثمر بشجرة في حجم البطم لأنها شائكة في ورقها وحطبها وحطبها هو السنديان وثمرها وقصورها وأوراقها فالكل جيد لحبس الإسهاب ونفت الدم والسعال الدموي شربا بالعسل والبلط ينفع من الخفقان والغثيان الحاصل في فم المعدة والمستدير منه أبلغ في تسويد الشعر وتنبيته إذا طبخ بالخل ورماد الشجرة يجل الأسنان ويمنع سعي الأكلة والماء الخارج من حطبها عند حرقه خضاب جيد للنساء وسواده يقيم زمنا طويلة ومتى سحقت الثمرة بنصف وزنها كندر وعجنا بالزيت وتمودي على أكله قطع سلس البول والنقطة والمدي وجفف الحب الفارسي مجرب ويستعمل من البلوط خفز في زمن المجاعة وقال ابن سينة البلوط يمنع القروح ساعية إذا أحرق واستعمل وورقه يلزق الجراحات إذا سحق ونثر عليها وينفع من نفط الدم ورطوبة المعدة فهو يعقل البطن وينفع من قروح الأمعاء ونزف الدم انتهى كلامه أما البلوط وشجره في الطب الحديث يسمى البلوط بالعربية بلوط ويسمى سنديان وشجره يسمى شجر بلوط وشجر السنديان اسمه بالفرنسية شان اسمه العلمي كوركوس اسمه بالإنجليزية ايك من عائلات البلوطيات فاقاتشي الجزء الطبي منها لحاء الشجرة حشرها الفتي طيلة السنة والأوراق وكذلك الثمار المجففة في الشمس بعد نضجها المواد الكيميائية الموجودة في البلوط من 7 إلى 20% مواد قابضة تسمى العفز ليطنع وكذلك حمد البيروغاليك يعني أسيد البيروغاليك ومادة الكاتيشين استعمالها طبيا من الخارج يعالج سقوط الشرج والرحم بحمامات مقعدية ساخنة 30 درجة مئوية لمدة 10 دقائق في مغلي لحاء شجرة البلوط ويعالج الإفراز المهبلي عند النساء بدوش من مغلي اللحاء خصوصا في إصابة الرحم بالسرطان ويستعمل كذلك مغلي لحاء شجرة البلوط في الحمامات الجزئية كاليد والقدم إلى آخره ويفيد كذلك في معالجة الجروح والقروح النثنة وكذلك التسلخات عند الأطفال أو القروح الرقادية والتي تحدث في أماكن من الجسم لتعرضها لضغط مستمر كالمقعدة والكتفين عند الاستلقاء على الظهر لمدة طويلة بسبب أمراض أو شلال إلى آخره وتعالج الإكزيمة وغيرها من إصابة الجلد بذر مسحوق اللحاء عليها ويعمل مغلي اللحاء بغلي 20 جرام من اللحاء في 1 لتر ماء لمدة ربع ساعة ويستعمل ساخنا للحقن الشرجية والدوش المهبلي أما استعمالها من الداخل يعالج بالمغلي إسهل الأطفال كما أنه مقوّن عام للأطفال والمسنين معا ويستعمل مغلي في معالجة التبوّل الليلي في الفراش والبصاق والقيء الذي يسحبهما دم وجميع أنواع النزيف المعدي والمعوي ونزيف البواسير وزيادة نزيف الحيط ويستعمل مغلي لحاء البلوط للغرغرة إذا كانت قروح في الفم أو نزيف في اللثة ويعتقد البعض أن شرب مغلي لحاء البلوط يشفي سرطان المعدة أيضا ويحضّر المغلي بأخذ خمسة جرام من اللحاء المقطع إلى قطع صغيرة ووضعه في مئة وخمسين مليليتر ماء يغلي عشر دقائق ويُترك ليرقد عشر دقائق ويُشرب ساخنة ويمكن أن يحضّر هذا المغلي بغلي أوراق الشجرة أيضا بنفس المقدار ونفس العملية أما الثمار فأكلها يفيد في معالجة فرط الحمود في المعدة وضمور الكبد ومسحوق ثمار البلوط بعد تجفيفها وطحنها إذا ذرّ فوق الجروح المفتوحة ساعد على شفائها وتستعمل من الثمار قهوة كالبن أو بمزجها مع الكاكاو الخالي من الدهن في معالجة الإسهام والزحار المسمى بالدوسانطاريا وضعف الأمعاء والضعف العام وضعف الأعصاب وذلك بتقشير الثمار ثم تجفيفها جيدا في الشمس وتحميصها كالبن حتى يصبح لون وأشقر ثم تضحن بطاحونة البن وتعمل القهوة بهذا المسحوق بأن تضاف ملعقة كبيرة إلى نصف لتر ماء ثم يغلى جيدا ويستعمل ويستحسن أن يضاف إليها الكاكاو الخالي من الدهن ويشرب من هذا المغلي كأس بسعة مئة مليليتر بعد كل وجبة رئيسية وبهذا القدر نكتفي وشكرا لكم على المشاهدة والتعليقات الطيبة والمحفزة وأرجو أن أكون قد أفدتكم ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة ولكم الأجر والثواب فاتدالوا على الخير كفاعلي وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد أو عشبة جديدة وإلى ذلك منحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر